حاسس ان التساؤل المنطقي اللي المفروض يكون عنده في النقطة دي هو طيب حضرتك ممكن ما تكونيش عاوزة ترجعي تمام انا ايه زن بديك امي بقى في الموضوع بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فيلم جامد وفي الحلقة دي حنائش الحلقة السبعة من الموسم التاني من مسلسل house of the dragon حلقة النهاردة تم تقدمها تحت عنوان the red sewing او البذر الاحمر او عملية نثر البذور الحمراء في اشارة للقرار والاستراتيجية اللي اتبعتها رينيرا في النهاية لايجاد فرسان للتنانين اللي من غير فرسان واللي زي ما شفنا داخل اطار الحلقة اعتمدت على الابناء الغير شرعيين للترجيريانس اخيرا كل العربدة والمجون وقلة الادب بتاعت النسل الترجيرياني كله طلع لها فايدة ازاي وصلنا للقرار ده وايه رأيي فيه دي حاجة حنتكلم فيها لما نبتدي نفصص في تفاصيل الحلقة في البداية دايما بحاول اقدم انطباعي المبني بالكامل على المشاهدة الاولى فقط لا غير وبعدين بنمر بعملية التفصيص وفي النهاية بقول لكم اذا كنت لسه شايف انطباعي الاول ده صح ولا غلط وانطباعي الاول بعد المشاهدة الاولى للحلقة السبعة من الموسم التاني من مسلسل house of the dragon هو احنا اتضحك علينا يا رجالة مش اتضحك علينا بموسم وحش اتضحك علينا لاننا وعدنا نفسنا بشيء مش موجود في الموسم ده واه انا شايف ان هي دي النقطة اللي ممكن نطلق فيها احكام على الموسم ده بشكل عام رغم انه عمليا لسه ما انتهاش فاضل في حلقة وحلقة واحدة ممكن تقلب موسم بكل تأكيد بس تعالوا اخيرا نشوف فايدة لفكرة المناقشة حلقة بحلقة وهي انها تدي تقييم لتجربة مشاهدة تعكس بشكل حقيقي احساسنا واحنا بنتفرج على حلقة بعد حلقة بعد حلقة لاننا في النهاية حنطلع من الموسم ده مستثمرين اكتر من ثمان ساعات من حياتنا والاحداث الملحمية الكبرى اللي اثارت اعجابنا بشكل واضح في السبع ساعات وحتة اللي شفناهم لحد دلوقتي ما يتعدوش نص ساعة وبرضو انا فاهم كويس ان دي نسبة مش صادمة قوي مش مطلوب من المسلسل ان هو يملك كل احداث وبلحظات ملحمية تخلينا ننطب بس بالنسبة للمتوسط العام المتوقع من موسم لمسلسل داخل عالم جيم اوف ترونز لأ قليل شوية خطوط احداث الموسم ده مش كتير والمسافة اللي مشيتها كل شخصية مش طويلة في شخصيات ممكن يتقال عليهم مهمين داخل احداث المسلسل ممكن تبحكي رحلتهم في الموسم ده كله في جملة عموما مش عاوز الكلام ياخدني في تقييم الموسم بشكل عام وركز اكتر في الحلقة لان هي اللي ادتني الانطباع اللي انا جاي انقله النهاردة وهو اننا اتضحك علينا الحلقة دي ممكن نضمها للحلقات الملحمية المهمة ولكن في وقع الامر هي مش مختلفة كتير عن الحلقة اللي فاتت او اللي قبلها في الموسم هي بس فيها شوية تنين اكشن وتنين اكشن مردي الى حد ما وزي ما الطفل اللي جوانا بيقول في نهاية كل حلقة ينبق بامور جيدة جدا في الحلقة القادم هنقعد نقول كده لغاية لما نلاقي الموسم خلص بس البناء للدراجون اكشن اللي انا بتكلم عليه ده واللي احنا كلنا شوفناه في الحقيقة ضعيف جدا والحلقة دي بقى بخصوص بعض الخطوط الجانبية ممكن تكون القضعف واقصد بالتحديد في كينجز لاندين برضو ماقصدش اقول ان الحلقة وحشة ولكن قاني الاوان ان احنا نحط كل حلقات الموسم ده في وزنها الحقيقي ده موسم هادي حتى لو قلب هيفي متل فيه ساعته الاخيرة اللي احنا مستنينها الاسبوع اللي جاي ده مش هيشقل بطبيعة السبع ساعات اللي قبلهم الموسم كان محدود في الزمن محدود في الجغرافيا محدود في قدرة المسلسل على مفاجئة وصدم المشاهد محدود حتى في اثارة الجدل وتقديم المحتوى اللي بيفجر السوشيل ميديا طالعين بعد سبع حلقات عاوزين نقطع في بعض على بوسا على رأي محمد سروة ده في جيموف ترونز كانوا بيدربونا بالنووي المهم مع اقترابنا من خط النهاية وقبل ما ندخل فيه تفصيص التفاصيل بتاعت الحلقة عاوز اشكركم ردود افعالكم هي اللي شكلت الصياغة بتاعة طريقة تغطية الموسم ده على فيلم جامد كل اللي عملتوا في الموسم ده هو التركيز على الحاجات اللي انتو بتحبوها والحاجات اللي انا اقدر عملها طبعا ده ما نعكسش على مشاهدات كبيرة قوي ولكن انا عكس على ردود افعال حقيقي انا سعيد بيها خلت الرحلة كلها ممتعة وده شيء نادرا ما بختبره مع اي مسلسل وخصوصا لو كان مسلسل صاحب شعبية كبيرة فكمان مرة حقيقي شكرا وكمان مرة اكملوا جميلكم ودوسوا لايك على الحلقة دي وما تنسوش ضروري 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 تشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين تحذير على الماشي من المناقشة بحرية حرقل الاحداث ويلا بينا نخش في التفاصيل حلقتنا طويلة على فكرة على الورق تخطط الساعة رغم ان اللي اختبرته في تجربة المشاهد ده اداني احساس انها اقصر من كده شوية دي اشارة بكل تأكيد لان اقاعها كان ناجح وتأكيد على نظرية درامية ان كلما الاحداث تتلم في مكان واحد كلما المشاهد بيبقى عنده انطباع انها اسرع الحلقة دي بيتم افتتاحها بما يمكن اعتباره في ريم الحلقة رينيرا ومن وراها سايراكس امام ادم ومن وراءه سيسموك اكتر شيء اثار اهتماني في الفريم دوت هو التأمل في الفروق ما بين التنانين طبعا تصميم التنانين في المسلسل بشكل عام فوق الرائع وتكريم مرقي ومحسوس لعبقرية جورج ار ار مارتن وهو بيتخيل تصميم التنانين دي في خياله بس نقدرا لما بنشوفهم في فريم رايق قوي كده عشان نتأمل براحتنا لا معلش اسمحولي غاية الرأي بقى هو ده لفريم الحلقة لان المنظور مبتكر جدا ولو حاولت اتفلسف شوية حقولكم معاني وتفسيرات بس انا الحقيقة يعني ايه مفيش حيل على العموم بنكتشف سريعا ان الخوف والقلق بتوعر نيرا دول ما كان الهمش لازمة والراجل ادم ده بيطلع زوء وبيقول لها احنا اصلا جايين عشان ننول الرضا ومع ارتفاع درجة حرارة الاحداث في دراجون ستون الاحداث في كينجز لاندنج بتتحرك في اتجاه انها متبقاش بتتحرك موكائيات اليسنت امام غدر الاهل والحبايب والصحابة حسس يا كانتي حسس ما هي مجاتش عليك يعني ويبدو ان احنا قلبنا الدنيا بطريقة تسميتنا لشخصيات المسلسل باسماء لعبة الكورة فالمسلسل تبرع وقدم لنا الراجل ده باسمه كده نسمينه رايكرد مع انه هو بالنسبة لي بالكتير قوي دلخت بس ماشي يعني واليسنت بتتفق مع سير دلخت ده على انها عاوزة تختلب نفسها في الغابة الملكية منفذة لأقدم تهديد لأي ام على وجه الكوكب هتمشي ومحدش هيعرف لها طريق جرة وعلى نهاية الحلقة بنكتشف مع بعض الصدمة ولا في حد خد باله اصلا المشهد ده ممكن يبان عابر ومش مهم ولكنه في حقيقة الامر بيحمل اجابة المسلسل على تساؤل مهم هيخطر في بلنا كلنا كمان شوية جوا الحلقة السؤال الخاص بسهولة استدعاء الباستردز الترجيرين وشحنهم على دراجون ستون المشهد ده ممكن يطرح امكانية ان كل ده تم بمباركة وتقامر من لارس رغبطا منه في اضعاف ايمند اللي في المشهد ده بيرسخ سلطته اكتر واكتر عن طريق التخلص من اي شيء له علاقة بايجون وطبعا في المشهد ده تنبق بان الدور كده كده هيجي على لارس فالمسلسل يشكر بكل تأكيد على ان هو قدم لنا تفسير بس هل احنا كمشاهدين اشترينا التفسير ده ولا لا؟ يهمني جدا اعرف رأي حضراتكم في التعليقات انا عن نفسي مش مشتري قوي لان من المفترض ان اللي حصل حصل على نطاق اوسع بكتير من سيطرة لارس وان ايمند اصلا مش اي جون مهواش نايم على ودنه وقاعد يتمرقع مع الحراس بتوعه بس زي ما قلت يهمني جدا اعرف رأيكم مجلس الخريطة الحرارية اللي مش عاجبه حاجة ابدا وطبعا مش عاجبه موضوع المجهول اللي جاي راكب سي سموك ده غضب واحقاد جيس يتصعدون طب ما تسيب اللي في ايدك ده عشان ناخدك على محمل الجدية حتى يعني انت راجل كبير مفيش دعي تتهزق تاني رينيرا والميساريا وما بينهم مسافة عشرة يرضى الحمد لله بيصلوا للنهية ادم هو المفتاح عاوزين بقى نلاقي نتاج وصخات الترجيريينز عبر التاريخ ونركبهم تانين ابعيني يا بيت بقولك ابعيني المواجهة ما بين ادم و كورليس اللي انا شخصيا كنت متوقع انها ممكن تبقى شد حدة من كده مش ضروري حدة عن طريق الغضب بس على الاقل فيها شوية مواجهة لكن الامور عدت على الجانب الهادئ من النقاش زي اغلب الاحداث بتاعت الموسم كله انتر لامين يامال الطفل المعجزة اللي بيتلاعب بدي من ترجيريين شخصيا حلو الفريم ده متكون ومتلون ومتنور حلوة قوي فيه شوية من روح لوردوف درينجز حلو المشهد ده وعجبني بكل تفاصيله لمين يامال تكسيده فيه هايل ديمان وتكسيده لإحساس ان دراعه بيتلوي برضو هايل العاب السياسة اللي موجودة في كل تقلبات المشهد رائعة وبينما نحن نحتفل بان الدنيا في هارنهول اخيرا بتتحرك لقدام المستكاوي بيرجع تاني خط ديمان في هارنهول ده يا جماعة على فكرة مش وحش هو بس المقطة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي كنا المفروض نوصلها من حلقتين ثلاثة وانا متوقع ان الارك بتاع ديمان في هارنهول حيتقفل افلة رائعة في الحلقة التامنة لذلك انا بسجل الموقف ده من دلوقتي عشان ما نجيش ساعتها وننسى احنا بقالنا سبع حلقات بيتعمل فينا ايه عموما يعني حتى التعقيب الرمزي بتاع التهيقات بتاع ديمان كان ممتاز اديك اختبرت ان عيل صغير يلوي دراعك وديك اختبرت انك تخون تحالفاتك لسه منصمم انك عاوز تبقى ملك؟ كمان مرة كله كويس بس كتير قوي وبطيء قوي صور حصرية للتدريبات اللي بياخدها زنشينكو تحت قيادة كانتي من اجل منافسة كاليفيوري في الموسم القادم لارس وهو بيسند ايه جون فكروني بالكيتكات طبعا مفيش اي نفي لان دوافع لارس لمساعدة ايه جون انانية بكل تأكيد بس هي انانية يائسة لان دلوقتي خلاص لارس ظهروا للحيط فمفيش قدامه غير انه يطلع مشاعر صادقة ومن عبقرية التكسيد انه ماينسكش اي جانب من الكنين انه حقيقي مشفق على ايه جون وفي نفس الوقت برضو بصص لمصلحته كمان مرة الطفل الجوه الواحد بيتوسم ان ايه جون اللي هيطلع من الازمة دي هيكون شخصية مختلفة تماما كورليس مع الان وبداية خطة استقدام اوغاد الترجيريانس شعارف الموضوع ما كانش محتاج خطة الدنيا كانت اسهل من كده بكتير او ممكن نعتبرها برضو واحدة من اجابات المسلسل لا 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 كان في خطة محكمة حاسس ان الان تعامل ببرود قوي مع فكرة ان اخو بقى فارس تنين مش فارس تنين يعني فارس انتوا فاهمين ومع طرح علامات استفهام اكبر حول نسب الاخوين الان بيعلن بوضوح ان هو ملح وبحر بينما ادم على الجنب الاخر كان عصل وطحينة او حاجة زي كده عموما يعني موضوع ملح وبحر دوت فيه اشارة للحوار اللي كان ما بين بيلا وما بين كورليس فيما يمكن اعتباره تنبؤ اوضح باقتراب الان اكتر واكتر من دوائر السلطة وعلى ذكر بيلا بنروح سريعا لأختها جابرييل جيزوس او مستحيل تصدقه ان انا ما فكرش في الاسماء ده ده هي بتجيلي لما بشوف وش روم على طول بس بجد تأمله في وشها كده ما بتفكركوش بجابرييل جيزوس بالحزن بتاع عبدالحليم حافظ اللي هو فيه على طول ده رينا بتقرر انها عاوزة تقتنس فرصتها الاخيرة للحصول على تنين واتصور ان النقطة اللي سبناها فيها بتنبئ بشيء واحد فقط لا غير ان فيه معركة في الطريق والمعركة دي الجانب بتاع رينيرا هيكون على واشك انه يخسرها وبعدين رينا هتخش على ظهر تنين وتقلب موازين المعركة بنرجع بعد كده لغرائب الاسنت اللي على ما يبدو هائمة على وجهها في الغابة وسرد الاخت ده مش عارف قاعد بيحشي ممبار ولا بيعمل ايه ولما سرد الاخت بيسألها هو احنا هنرجع امتى بتقول له احنا يمكن ما نرجعش خالص حاسس ان التساؤل المنطقي اللي المفروض يكون عنده في النقطة دي هو طيب حضرتك ممكن ما تكونيش عاوزة ترجعي تمام انا ايه زن بديك امي بقى في الموضوع ده حوار ومواجهة محتدة على غير العادة ما بين جيس ورينيرا بيطرح فيها تساؤلات منطقية جدا الحقيقة لو اي حد في الدنيا ممكن يركب تنيني بقى انا فاضلي ايه ورغم الخسارة الظاهرية لدعم جيس المخطط بيتقدم وبتحصل تناقلات استخباراتية من اخيب ما يمكن في كل انحاء كينجز لاندنج ملخصها ان اللي مش حييجي معانا دراجون ستون امه مش رقاصة وفي قرار غريب ومش بالضرورة وحش يعني بنلجأ لخط كوميدي مع الاخ والف ده لما اصدقاءه بيشجعوه على الانضمام لقافلة الاوهاد وهو شخصيا بيتردد وبينقلنا احساس ان هو كدب من الاول فطبعا اللي بيحصل في نهاية الحلقة اللي احنا عارفينه يعتبر مفرقة كوميديا والحانة والبلد بتتقلب واللي في القصر دول مش دريانين بنفسهم كلام في رأيي الشخصي مش مقنع قوي مشهد هيو هامر مع امراته بقى على غير المتوقع عجبني والحقيقة بيتوج الخط بتاعه بشكل عام رغم انه برضو بكل تأكيد كان ممكن يتحرك اسرع من كده او كنا نقلل في عدد مرات زيارته طب ليه الخط ده بالمشهد ده مهمينه لانهم برضو بيجاوبوا سؤال مهمة قوي الناس اللي حتجرب مغامرة التنين دي عندهم اختيار من اتنين يا ينجحوا يا يموتوا طب ايه اللي يجبر حد على كده اهو الخط بتاع عام هيو ده هو الاجابة لان نهاية دي فرصتهم ان هما يبقوا حاجة في الحياة وحد زي هيو بعد ما خسر بنته ما بقاش عنده مانع يخسر حياته لو عندي فرصة اخيرة ان انا ارتقي جوا العالم حنتهزها حتى ولو فشلي فيها يعني يموتي اكتر قافلة مشرفة في التاريخ اللي هو ايه يا دي الفخر والاقبال اللي انتو فيه ده ده انتو لو كنتو ابناء عاملين في وزارة البحث العلمي ما كنتوش في ريحت وقوي كده ودول لما يسألوهم عليكم في عرض البحر حيقولولهم ايه وما سأل فيقول لي يا رايس مين اللي معاك دول دول بس ولاد شرب بنقله من ناحية التانية وحاجيلك على طول عندنا بعد كده دي ايه او نص مع الاسنت وهي بتتمشى في الغابة وبتعوم باكستروك في البحيرة انا مش هتكلم ايه يا ابني كل دول طب كنتو بتتجوزوا ليه طيب ما تبقى من الحلقة وهو تقريبا عشرين دقيقة كاملة بنقضيها مع الاوديشنز بتاعت التانين تسلسل جيد ومثير من المؤسف بس ان جانب مهم من نتائجه كان معروف مسبقا بينما الجانب الاخر زي ما قلت طبيعته كوميدية ولكن على مستوى الانتاج والتفاصيل هو مشهد جيد جدا بيبدأ بحالة غضب ورفض للمبدأ كله على بعضه من شون دايش مدرب التانين اللي بينسحب من التجربة وبعنف بعد كده عندنا خطبة مش ملهمة خالص الصراحة من رينيرا وبعد كده رينيرا بتستدعيلهم التنين عجبني في المشهد ده ان ادم بقى عايش الدور قوي خلاص اللهم لو حد في يوم سألوا وقالوا استاذ ادم هو انت بقالك قد ايه فرس تنين يقول لهم لا يا اسبوع بايد لذيذ قوي برضو ان رينيرا اول لما حست ان التنين حقيقة اللي بقالت له ملحة انا بقى المغرب لحسن العيشة حتدن ثم بدأت المدعكة انت ياد شكلك مش عجبني انت ياد ريحتك وحشة انت ياد على فكرة امك شريفة وبتجدب شوية فريمات عسل بقى بصراحة لغاية لما بنوصل للاحظة البيرينج بتاعت هيو مع فرميتور ولحظة البيرينج بتاعت أولف مع سلفر وينج وهو مقاد للاحظة الاستدراج والخديعة والمواجهة التي كادت ان تحدث في نهاية الحلقة واخر فريم في الحلقة ممكن ببساطة اعتباره هو كمان فريم الحلقة نهاية مرضية جدا تنينيا ولكن التسلسل الاخير المتميز جدا ده ما بيخفيش كتير من العيوب اللي احنا تكلمنا عليها واللي هيحصل في الحلقة الاخيرة ممكن يكون ممتاز ممكن تتقدم مواجهات من الطراز الرفيعة ممكن نقفل كل الخطوط اللي فتحناها في الموسم ده بشكل متميز ممكن نسيب المشاهد وهو مش قادر يستنى عشان يشوف اللي هيحصل بعد كده ولكن مستحيل ينفي ان احنا عشنا اغلب لحظات الموسم في حالة هدوء غير مرغوبة وان الموسم بكل احداثه حتى وان كان جيد جدا ولكنه ما ارضاش حالة الانتظار اللي كانت عند المشاهد زي ما قلتلكم الحلقة دي ما تفرقش عندي عن الاتنين اللي فاتوا ولكن فيها تنين لذلك تقييمي للحلقة حيكون التقييم الرسمي للحلقات امه تنين وهو 8 من 10 لا اكيد مش بجد 8 من 10 بس عشان التنين على الاقل المرة دي كان عندنا بعض التفاصيل الذكية اللي بتقابل التفاصيل اللي مش ذكية اللي احنا عدين عليها وعمونا ده رأيي وتقييمي وان طبعاتي ياريت تساهموا بتقييمكم ورأيكم وان طبعاتكم في التعليقات الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باولد تابعوني على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واكس مافيش مرة بطيب معك باي باي